إرهاب داعش يضرب بلجيكا ويستنفر أوروبا مولنبيك عاصمة الجهاديين في بروكسل المشلوق يتحدث عن ثغر أمنية في مطار بيروت نحن أكدنا أن التعاون الأمني قائم على أعلى المستويات وعلى كل المستويات صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من قناة الشديد على الأرض ما عاد هناك من بقعة لن تطالها يد الإرهاب وعلى الأرض دول تتخذ أقصى درجات الحذر لرد الخطر عنها ومع ذلك فهي تتلقى الضربة دولة تل وأخرى بالأمس القريب عشت باريس أحلك لياليها وأمس ثلاثاء أسود في بلجيكا لف البلاد بالسواد ثلاثة أيام حدادا في الأمكنة الموجعة في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي ضرب تنظيم داعش أمر خلية نائمة في مولنبيك عاصمة الجهاديين في البلاد فتحرك ثلاثة انتحاريين مزنرين بأحزمة ناسفة فجرت ناني منهم أنفسهما بالمسافرين في قاعة المطار أما الثالث فدخل الأنفاق منتحرا في متر المدينة السلطات البلجيكية نشرت صورا للمشتبه فيهم في اعتداء المطار وفككت عبوة ثالثة وعزت التفجير الثاني إلى قنبلة موضوعة في أحدى حقائب السفر ما يطرح احتمالات عن وجود خروق أمنية في أكثر الأماكن حساسية ويذكر بتفجير الطائرة الروسية في سيناء بلجيكا كانت تتوقع حدثا أمنيا وفق رئيس مجلس وزرائها الواقعة وقعت وداعش يتوعد الدول التي تهاجمه بأيام سود فماذا بعد تصدير الإرهابيين من الدول الأوروبية الذي بلغ ذروته مع الأزمة السورية فتح العين على مدى تغلغل الإرهاب في المجتمعات الأوروبية وهو بدأ مع قاعدة أسامة بن لادن وقد لا ينتهي بتمديد وتمدد السواد الداعشي وعلى مرمن من بريكسال حيث يسير التفاوض في جناف لحل الأزمة السورية رأى المبعوث الأممي ستفان داميستورا أن رسالة هجمات بريكسال توضح الحاجة إلى حل سياسي يطفئ نار الحرب في سوريا ومن يدري قد يسرع اليوم الدامي في بلجيكا خطى الأيام في جناف عيون أوروبا الساهرة على الحيطة والحذر بعد فوات الأوان لكن عيننا بزمنها السياسي والأمني انسكبت على مطار بيروت الدولي فرفعت من درجات التأهب وأعطى وزير الداخلية نهاد المشنوق توجيهاته لرفع الجهوزية لمواجهة التطرف متحدثا عن ثغر في المطار قد توازي تلك التي اكتشفت في شرم الشيخ وتسببت بتفجير الطائرة الروسية والإرهاب بالألياف الانتحارية والضوئية يلفنا من نهرنا إلى الجبل مع فرار أصحاب شبكات أصبحت لقيطة في الضني وأخرى لا تزال محصنة خلف القضاء وأصحاب السعادة لضرب الدولة في الزعرور تلك قضية أصبحت من نسبة إلى قناة الجديد ترتبط بمسار وطن بشبكاته المفتوحة على الأعداء بسيادته والتعديات على مؤسساته وكل من تسبب بنشوء دويلة الإنترنت غير الشرعي والمخترق إسرائيليا سوف يكون مرصودا مهنيا حيث رفعت الجديد من جهوزيتها ووجب على المتعدين توخي أقصى درجات الحذر لجأتم إلى قاضي الأمور المستعجلة أم إلى قضاة الأمور المؤتمرة فدولة المر لا ممر لها على سمعة الوطن وأمنه حتى ولو ارتطم رأسها بجبل الباروك إذن الشرطة البلجيكية تنشر صورا وفيديو للمشتبه فيهم والسلطات الأمريكية تخلي جزءا من مطار دنفر الدولي بسبب تهديد أمني وإضاءة معالم أوروبية تضامنا مع بروكسل نشرت الشرطة البلجيكية صورة لثلاثة مسافرين التقطتها كاميرات المراقبة في مطار بروكسل قبل دقائق من وقوع التفجيرين الذين هز المطار في العاصمة بروكسل ويظهر في الصورة شخصان يرتديان أزي نفسه وفي اليد اليسرى لكل منهما قفاز قد يخفي جهازا شغله بيده اليمنى ليفجر به الحزام الناسف في عمليته الانتحارية فيما ظهر الثالث إلى يمين الصورة معتمرا قبعة ومن المحتمل أن يكون هو واضع العبوات التي ذكرت الشرطة البلجيكية أنها عثرت عليها فيما بعد ولم تنفجر وقالت الشرطة أنها تبحث عن الشخص الذي يرتدي السطرة والقميص في أقصى يمين الصورة من دون التصريح بكونه مشتبها فيها وذكرت وسائل الأعلام أنباء عن توقيف اثنين من المشتبه فيهم ونشرت فيديو يظهر لحظة القبض على مسلحين في العاصمة البلجيكية للاشتباه في علاقتهم بالتفجيرات إلى ذلك أخلت السلطات الأمنية الأمريكية جزءا من مطار دينفر الدولية في أمريكا بسبب تهديد أمني محتمل وفي المقابل فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في هجمات بروكسل الإرهابية فيما قامت السلطات الفرنسية بإضاءة بورج إيفل في العاصمة باريس مساء بألوان علم بلجيكا تكريما للضحايا وعائلاتهم وتضامنا مع الشعب البلجيكي وكذلك فعلت السلطات الإيطالية بإضاءة بركة الأماني في وسط العاصمة روما وكانت سلسلة تفجيرات هزت مطار بروكسل ومحطة مترو مولنبيكا وعدد الضحايا ثاقة مائة وستة أشخاص فيما سيطرت حالة الهلع على دول أوروبية عدة مجددا عاد إرهاب داعش ليبكي أوروبا ويزرع فيها الرعب أربعة وثلاثون شخصا على الأقل سفك داعش دمهم في السابعة وخمس واربعين دقيقة بتوقيت بلجيكا استفاقت عاصمة الاتحاد الأوروبي على دويه تفجيرين منسقين على ما يبدو في مطار بروكسل المعروف باسم مطار زابنتام وهو يبعد نحو أحد عشر كيلو مترا من العاصمة التفجير الأول وقع قرب مكتب تابع لشركة الخطوط البلجيكية في مهزة الثاني مكتب شركة طيران أمريكان إيرلاينز وتسبب التفجيران بسقوط أربعة عشر شخصا وإصابة ستة وتسعين بجروح ولاحقا كشف رئيس بلدية بروكسل عن عثور قوات الأمن على قنبلة ثالثة في المطار وتفكيكها دقائق معدودة وفيما كان المواطنون البلجيكيون يتوجهون إلى أعمالهم دو التفجير الثالث هذه المرة في إحدى محطات المترو المعروفة باسم مولونبيك القريبة من مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي فقتل نحو عشرين شخصا وأصيب مائة وستة أشخاص بجروح سلسلة التفجيرات هذه العشوائية والعنيفة والجبانة بحسب توصيف شارل ميشال رئيس مجلس وزراء البلجيكي أودت بحياتي أربعة وثلاثين شخصا ويبدو أن بلجيكا كما أوروبا عامة كانت تتوقع اعتداءات كهذه لسيما أن ميشال قال كنا نخشى اعتداءا وها هو قد وقع وعلى وقع الضعر وتصاعد صحب الدخان من مبنى المطار الرئيس ومحطة المترو رفع مستوى الإنذار في البلاد من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة وهي الدرجة القصوى فشلت البلاد وتوقفت حركتان نقل البري والجوي وأغلق المطار الذي يصنف في المرتبة الحادية والعشرين من حيث الازدحام في أوروبا وعززت السلطات البلجيكية إجراءاتها الأمنية حول المنشآت النووية فرنسا دعت إلى تعزيز مكافحة الإرهاب على المستوى الأوروبي وأعلن وزير داخليتها برنار كازانوف نشر 1600 عنصر أمني إضافيين في البلاد لندن بدورها عززت الإجراءات الأمنية في مطاراتها فيما فرضت هولندا تدابير أمنية مشددة في مطاراتها وعززت إجراءات المراقبة على حدودها مع بلجيكا كذلك اتخذت إجراءات أمنية مشددة في مطار فرانكفورت أحد أكبر مطارات أوروبا وفيما وصفت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فدريكا موغاريني ما جرى بأنه يوم حزيد جدا في أوروبا وأجهجت بالبكاء خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء الأردني ناصر جودة أكد رئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في اجتماع طارئ ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب بدم بارد وتحدث عن خلية أزمة تعاون أوروبي لمواجهة الإرهاب معتبرا أن أوروبا كلها مستهدفة وتدعى الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع طارئ وندد قادته بالهجوم على مجتمعهم المنفتح والديمقراطي دول العالم مجتمعة دانت تفجيرات بروكسال الإرهابية وكذلك فعل الأزهر الذي قال إنها جرائم نكراء تخالف تعليم الإسلام السمحة وكانت إذن شاريع مولنبيك أو بلجكستان في العاصمة البلجكية بروكسال مصدر الإرهابيين إلى أوروبا هذه الصور والأعلام السود ليست في الرقة السورية ولا في طرابلس اللبنانية بل في شارع مولنبيك في العاصمة البلجكية بروكسال يعرف هذا الشارع بعاصمة الجهاديين في الغرب أو بقندهار وقصته مع تصدير الإرهابيين وتنظيم القاعدة تسبق الحدث السوري بسنوات منه خرج بأمر من أسامة بن لادن التونسي عبدالستارد أحمان أحد قتلت الزعيم الأفغاني شاه مسعود عام 2001 أي قبل يومين فقط من اعتداءات الحد عشر من أيلول بعدما أمضى بضعة أشهر في معسكر تدريب لتنظيم القاعدة في جلال أباد ونجح برفقة صديقه في التقرب إلى مسعود بذريعة أنهما صحفيان قبل أن يفجر أنفسهما على مقربة منه بعد ذلك بثلاث سنوات فقط خرج اسم جديد من مولنبيك حسان الحسكي العقل المدبر لاعتداءات مدريد عام 2004 التي أسفرت عن مقتل 191 شخصا وهو مهاجر مغربي أقام مدة طويلة في الحي سلطت عليه الأضواء من جديد مع سطوع نجم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق كأكبر مصدر للجهاديين من الغرب حيث قدر عددهم بنحو 500 غضت الدولة البلجيكية ترفع مغادرتهم أراضيها كي يحترقوا في النار السورية عاد هذا الشارع إلى دائرة الضوء من جديد بعدما اتضح للمحاققين الفرنسيين أن عددا من منفذ اعتداءات باريس يتحدرون منها فهنا نشأ ابراهيم عبد السلام الذي فجل نفسه في شارع فولتير الباريسي وهنا أيضا ترعرع شقيقه الذي قبض عليه حديثا صلاح عبد السلام أحد المتهمين الأساسيين باعتداءات العاصمة الفرنسية غير أن الشخصية الأكثر إثارة للجدل والتي صار اسمها مرتبطا بحي مولنبيك هي عبد الحميد أبا عود وهو بلجيكي من أصل مغربي من موليد الحي وغادر إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش وتعتبره أجهزة استخبارات أوروبية عدة أحد قادة التنظيم المكلفين تدريب الجهاديين الأجنب قصة هذا الحي مع الإرهابيين لا تنتهي فإليه كان يتردد أحمد كوليبالي الذي هاجم المتجر اليهودي في باريس تزامنا مع هجوم شارلي إبدو العام الماضي ومنه اشترى أسلحته من أشخاص يقتنون الحي وفي هذا الحي أيضا أقام مهدي نموش وهو فرنسي من أصل جزائري نفذ عملية ضد المتحف اليهودي ببركسال وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص عام 2014 وإلى مولنبيك كان يتردد أيوب الخزاني منفذ محاولة الأتداء على القطار الرابط بين أمستردام وفاريس عام 2014 بين داعش والقاعدة أوجه شبه أولها استهدفهما أوروبا والولايات المتحدة ولكن إلى متى؟ تقرير ليراشال كرم عندما تغرق أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية بالدم ابحث عن داعش وسابقا عن القاعدة فذاك الشبل من ذاك الأسد فبعدما كانت الاستخبارات الغربية قد جندت أسامة بلادن ورفعت من شأنه بشكل أو بآخر للوقوف في وجه الشيوعية والاشتراكية عاد وضربها في عقر دارها في 11 أيلول من عام 2001 ثم في عام 2004 و2005 قام متشددون باستهداف شبكة قطارات لنقل الركاب في عاصمة إسبانيا مدريد متسببة بسقوط 191 قتيلا سلسلة عمليات متزامنة استهدفت قطارات الأنفاق في العاصمة البريطانية لندن قتل فيها خمسون شخصا بين الأمس واليوم ما أوجه الشبه وما الذي يخبئه الغدو لأوروبا اليوم داعش أخذت محل القاعدة بالعمليات الخارجية لأنه فيه تنافس ما بين الأوتين مين قادر يجلب الشباب المتهور اللي بيعتبر حالو عم بقيم الدين الصحيح إلى داعش أو إلى داعش لو كان في الخارج يعني أنه يكون تنظيمه وابو بكر البغدادي قال أنتوا هجروا على الدولة الإسلامية وإذا ما قدرتوا هجروا على الدولة الإسلامية يعملوا عمليات كون في الخارج القاعدة عندها نفس الأسلوب عندها القرار كان سنترال يعني مركزي وكمان عاتي الحرية إذا تمكن بعض الأفراد من القيام بعمليات مهمة أنه يعملوها كمان هن عندهم نفس الأسلوب داعش والقاعدة موجودين تانيتهم بأوروبا بشكل مباشر عبر تجنيدهم لشباب اللي ولد بأوروبا وأصبح أوروبي يعني هو الجيل التاني أو التالت حتى بأوروبا وهذا من الصعب أنه القبض عليه بشكل مباشر عندك طبقات من المسلمين والعرب ومن العالم التالت اللي بيعتبروا حالهم مهمشين أنه ما عندهم كرامة ما عندهم حقوقهم فأني بيلجأوا إلى إديولوجيا إسلامية ترفع لهم من شأنهم على الأقل عقاديا ونفسيا ومن خلاله بيمارسوا كل أنواع الجهاد بمعنى الإرهاب عندهم لكن نهايتهم هنه إنشاء هذه الخلافة اللي بيعتبروها خلافة إلزامية لنهاية التاريخ التقديرات الرسمية من أجلسة المخابرات 30 ألف أنا بشك إنه بس 30 ألف 30 ألف شو؟ شخص إجوا من أوروبا لمحاربة بالعراق وسوريا أنا رأي أنه العدد على الأقل ضعفين كم واحد قدر يرجع؟ ألاف خمسة ألاف رجعوا إلى أوروبا موجودين حاليا بس ما ما فيه معروف هويات ولكن أوروبا ضغطتوا منعت العودة إلى الفتح الحبس وإلى مهونيل اليوم لكن قبل هدي كل الألاف المؤلفة اللي رجعي في مرحلة كانت أوروبا بعدها تتعاطى مع هذه الجماعات على أنها جماعات مقاومة للنظام السوري بدمشق هذا الغول يعني اللي خلقوه أكلهم إلهم بمعنى مجازة أكثر من القاعدة الأن داعش؟ اليوم العمل أكبر لأنه أصبح إلهم كينوني القاعدة هي جزء من إمارة إسلامية بأفغانستان جزء صغير من إمارة كاملة أما هم فتمكنوا من إنشاء الخلافة الإسلامية أو الدولة الإسلامية حزاب رأيهم وبالتالي أصبحت بقعة تستقطب كل الشباب من العالم كله من الصين للولايات المتحدة الأمريكية يجمع الخبراء والمعنيون على أن نهاية هذه المجموعات الإرهابية لن يكون إلا بالقضاء عليها عسكريا إضافة إلى توعية الشباب دينيا عدا تشفيف منابع التمويل وإلا فالإرهاب ماض في إرهابه المشنوق يؤكد السعي لمعالجة ثغر الأمنية في مطار بيروت ورفع جهزيته بر يؤكد أن التقارب الإيراني سعدي أكثر من مطلوب وأخبار أخرى في بانوراما محلية لآدم شمس الدين أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه وزيرة التنمية الدولية جوستين كرانينغ في بريطانيا أن الخيار الوحيد لمواجهة الإرهاب هو بمزيد من التعاون الأمني والتنصيق بين مختلف الجهات الأوروبية والعربية والدولية لمواجهة التطرف وعدنا أنه خلال أسابيع قليلة بناء المشاورات مع رئيس الحكومة ومع رئيس مجلس النواب ومع وزير المالية ومع وزير الأشغال بأنه خلال أسابيع قليلة جداً رح يكون هذا الموضوع أولوي ويتم معالجة كل الثغرات بمطار بيروت قدم الرئيس نبيه بري تعازيه بضحايا تفجيرات العاصمة البلجيكية بروكسل واعتبر بري في كلمته أن التقارب الإيراني السعودي أكثر من مطلوب في لبنان وفي المنطقة عموماً أن نجد طريقة دستورية بمجرد عبور لبنان للاستحقاق الوطني المتمثل بانتخاب رئاسة الجمهورية وعدم الاستمرار في لعبة الغميضة الجارية أو بالأحرى لعبة إعماء لبنان ونحن ننشد أنا أعمى ما بشوف أنا ضرى بسيوف وكما قلت في بلجيكا هذا الاستحقاق يجب أن يكون قريب والثمرة نضجت وأخشى من سقوطها أكد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في مؤتمر مكفحة الإرهاب في المنطقة أنه إذا كانت المجموعة الدولية جادة فعلاً في محاربة الإرهاب فعليها أن لا تكتفي ببعض ظواهره وقال أن محاربة الإرهاب في سوريا تحديداً تقتضي تصنيف نظام الرئيس بشار الأسد دولياً كنظام إرهابي قولوا لي بربكم بأي منطق نقاتل داعش والقاعدة وعن حق ولا نقاتل نظام بشار الأسد فداعش على سبيل المثال للحصر لا يتخطى عمره السنوات الأربعة بعد ولد صغير فيما عمر نظام الأسد يفوق الأربعين عاماً بعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة طالبت كتلة المستقبل النيابية السلطات القضائية والأجزاء الأمنية بمحاسبة المتورطين في فضيحة شبكة الإنترنت غير الشرعية إلى أي جهة انتموا لأنها جريمة تنتهك السيادة الوطنية وتهدد الأمن الوطني ورأت أن استمرار تهجم الأمين العام لحزب الله على السعودية هو استهتار بمصالح اللبنانيين مؤكدة أن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية يتسبب بتبيعات خطيرة ترى الكتلة أن القضية الفلسطينية وهي القضية الأساس ومفتاح الحل للكثير من أزمات المنطقة ما تزال من دون حلول عادلة ودائمة وما يزيد من حدة المصائب التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون والمخيمات الفلسطينية أن الخدمات الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني التي تقدمها منظمة غوث اللاجئين الأونيروة مهددة بالتخفيض والانقطاع واحتمال العمل على تصفية القضية الفلسطينية برمتها أكد الوزير السابق سليم جريساطي بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح أن معركة رئاسة الجمهورية ليست معركة نصاب بل هي معركة مفاق وقال أن حكومة المصلحة الوطنية تتحول إلى حكومة فجور قرار التكتل الحاسم يتجاوز الموقف الكلامي إلى محاكاة الاستنهاد الشعبي خطة عملانية على الأرض بالأمكنة والمواقيت هي قيد التحضير المسؤول مرتكزها العودة إلى الشعب الذي نفذ صبره وهو صاحب الكلمة والفصل قال العماد عون شمروا عن سواعدكم هل تذكرون الجهازية أنا أوانها بانتظار إشارة الجنرال في السرايا الكبيرة استقبل رئيس الحكومة تمام سلام وزير الزراعة أكرم شهيب وبحث معه في ملف النفايات والتقى سلام سفير ألمانيا مارتن هوث وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومن زوار السرايا محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيه عقدت لجنة المال والموازنة جلسة في مجلس النواب أعلن بعدها رئيس اللجنة النائب الممدد له إبراهيم كنعان أن اللجنة أقرت بالتعاون مع وزارة المال وإدارة الجمارك اقتراح قانون تسوية أوضاع رتباء الضابط الجمركية وعناصرها وأفرادها معدلا ولكي لا يرتب هذا القانون أعباء كبيرة تؤدي إلى إسقاطه في الهيئة العامة أصدرت اللجنة توصية للحكومة بأن تعدى وتحيل إلى مجلس النواب لفته المالية لدمجه بالاقتراح أعلنت حملة بيروت مدينتي عن أول حملة للانتخابات البلدية في لبنان من بيروت ولبيروت تحت اسم بيروت مدينتي بهدف إيصال مجلس بلدي يضم أفرادا مؤهلين ومستقلين من خارج الاستفافات السياسية ويتضمن برنامج الحملة خطة نقل متكاملة إضافة إلى تطبيق خطة إدارة النفايات الصلبة وتحسين الهيكل التنظيمي للجهاز البلدي وتدريب الموظفين وتحسين شروط العمل والأداء ومشاركة السكن من خلال اللجان لمناسبة يوم الأرض أطلقت سفارة فلسطين في لبنان مبادرة البث المباشر الموحد الذي تنظمه مؤسسة سيدة الأرض بعنوان من أجل سيدة الأرض في يوم الأرض حكاية وطن لا تقبل النسيان وأكد رئيس المؤسسة وصاحب المبادرة كمال الحسيني أن المبادرة رسالة إلى كل عربي شريف بأن فلسطين لا تنسى وهي العنوان الأول أهلا من جديد تقرير فريق أوجيرو يفضح دعاءات قناة الأم تي في تحسين خيات وبيير الظاهر بإعاز من عبد المنعم يوسف بعدما عرضت الأم تي في في تقريرها مدى سلمية التعاطي مع فريق أوجيرو حين توجه إلى منطقة الزعرور لتفكيك أجهزة تابعة لشباكة إنترنت غير شرعية حصلت الجديد على تقرير أوجيرو الرسمي الذي يشرح حقيقة ما حدث تواصل الفريق بداية مع مدير المشروع المدعو كاميل جحة وبعد التعريف بأنفسهم وأنهم في صفة رسمية من قبل المدعي العام المالي على إبراهيم رد جحة بالقول أنه في بيروت ولا يستطيع الحضور طالبا التواصل مع شخص يدعى غسان زيدان وهو محام يداومه في محطة الأم تي في على أن جحة لم يؤمن رقم زيدان ولا رقم أي شخص آخر لمواكبة الفريق فما كان من فريق أوجيرو إلا التوجه بمؤازرة أمنية إلى أأس الجبل وبدأ بتفكيك معدات وصحون باث موجهة نحو الشبكة التي كان الفريق قد قام بتفكيكها في منطقة عيون السيمان في شباط الماضي والتي تعود إلى عماد لحود ومع عمل أعضاء أوجيرو على تفكيك المعدات توجه مسؤول الفريق إلى مخفر ابتغرين لتصدير محضر عن المداهمة فتلقى اتصالا من أحد العاملين في الفريق يبلغه فيه أن هناك مسلحين يشيرون السلاحة في وجههم ويوجهون إليهم الشتائم والتهديد والترهيب توجه رئيس الفريق على وجه السرعة مع آمير دورية ابتغرين جوزيف سعد وعند وصولهم إلى مدخل المشروع منعوا من الدخول مع القوى الأمنية وأغلق مدخل المشروع بسيارتين ربعيتين الدفع ثم جاءت سيارتان وركنتا خلف الفريق وخرج منهما شباب يضعون مسدسات حربية على خصورهم ويجلون حول السيارة التي كان الفريق في داخلها فما كان من رئيس الفريق إلا أن هاتف عبد المنعم يوسف والقاضي على إبراهيم بعد المشاورات تمكن الجميع من الدخول فتوجهوا نحو فريق العمل على رأس الجبل ليجدوه محاصرا بنحو عشرين مسلحا تقدم أحدهم قائلا أنه مدير أمن المشروع طالبا إلى رئيس فريق التحقيق مرافقته إلى الداخل وبدأوا تصوير الفريق والصراخ والتهويل والتهديد اتصال أخير سيجريه رئيس فريق أوجيرو بالقاضي إبراهيم شارحا له الوضع الخطر ليسمح إبراهيم للفريق بالمغادرة من دون أن يسمح له المسلحون بأخذ المضبوطات مع توصية لفريق عمل أوجيرو غاية في السلمية مفادها إذا بتجيبوا سيري لا حدا ولا حدا فيكن بيرجع بيته تدخل ضابط رفيع المستوى من أل سايقلي بعد مغادرة فريق أوجيرو واتصل بمسؤول الأمن في مشروع الزعرور ليسمح للفريق بأخذ المضبوطات توجه الفريق مجددا بضمانات هذه المرة ليجدوا أن بعض المضبوطات قد جرى إخفاؤها وأشار تقرير أوجيرو إلى امتلاك إثباتات بوجودها كان ذلك جزءا مما جاء في المحضر عن مدى سلمية وحضارية تعامل أمن الزعرور مع فريق أوجيرو آدم شمس الدين قناة الجديد قاضي التحقيق العسكرية استمعوا إلى أقوال الموقوف نعيم عباس في الجلسة المخصصة للمرافعة حول ملف أحداث عبره إن عقدت في المحكمة العسكرية جلسة المرافعة المخصصة لملف أحداث عبر 2013 وكان الموقوف نعيم عباس هناك لسماع أقواله في هذا الملف وبعد مرافعة وكيلته فاديا شديد والدفاع عنه تحديدا في ملف أحداث عبره قالت أن لا علاقة له بهذه الأحداث لأنه كان مسافرا في تلك الفترة فسأله قاضي التحقيق العسكري ماذا تطلب؟ فأجاب عباس بنبرة وثقة عاليتين لا أطلب لي شيئا بل أطلب للإخوة في القفص البراءة لكونهم لم يشاركوا في أحداث عبره ومما جرى في الجلسة أن القاضي سأل نعيم عباس ما دليلك على أن سرايا المقاومة شاركت في أحداث عبره؟ أجاب أعرف اثنين منهم قتلا في المعركة هؤلاء المتهمون في القفص هم ضحية استدراج من قبل سرايا المقاومة للاشتباك مع الجيش اللبناني وأنا أعرف شخصين من السرايا كانا يقاتلان إخوتنا وهما أسامة الخالدي الملقب بسومة وشخص قتل في المعارك وهو من آل عثمان وهما من استدرجا بعض المقاتلين التابعين للشيخ أحمد الأسير ليجد هؤلاء أنفسهم يخاتلون الجيش القاضي ماذا تطلب؟ نعيم عباس الرأفة بهؤلاء الموقفين أما الأربعة والآخرون فقد سألهم القاضي ماذا تطلبون؟ فأجابوا ليس لنا علاقة بالحوادث سبب الإشكال هو سرايا المقاومة ونحن لم نكن ندري أن المسألة ستصل إلى قتال الجيش قتله ورماه في النهر والجثة مفقودة تقرير هادي الأمين بدي جيبوه لابني بدي ابني دخيل عرضك بدي ابني رحمه وتاني رحمه وتاني ربيتني أولادي صغار بين صره 134 سنة وأنا هذا ابني الكبير عنده شد سبع مليد الله يستفل في الرب من جل لم تذق الحاجة أم صائب طعم عيد الأمهات هذا العام بل ذاقت المر بتلقيها خبر وفاة ابنها البكر عشية عيد الأم وفي التفاصيل فأن المواطن صائب حمود غادر منزله ليلة الخامس عشر من الشهر الحالي ولم يعد ليتبين بعد أيام أنه قتل على يد شقيق زوجته الثانية المدعو كلود سعد عجل نص العيل ساعة 11 قال له قال له لقيني عزاوية قالت له لوين نازل قال لي رايح اندي مشوار قالت له وين المشوار قال لي مش معاكر جاي رجعت انشغل بالي ساعة انتان قالت له لقى ابني دق لبيك شوف لاش اتأخر ورجعنا دقين وعربعة خطوط عنده نسكريني لأربعة تسكر ومعاش عرفنا شي عنه هو عم بيقول أنه أول شي صارت الجريمة بقلب بات ورمى بمكان مثل حوش فدوروا عليه هونيك ملقوا رجع قال له لا أنا رميته بالنهر التحقيقات جارية مع القاتل من قبل القوى الأمنية لمعرفة الأسباب والدوافع التي يبدو بأنها مادية بحسب محام عائلة المغدور أشرف الموسوي خلفية استدراج المغدور هي مالية بحثة هو صاحب تجارة كبيرة رجل أعمال كبير حقيقة الهدف كان هو ابتزازه للاستحصال على مال جربوا يعني طبوا في الخطف لا ما فيه لا لا ما فيه هو استدراجه بطريقة كتير زكية وما مدروسة لما استسلم أنه ما حيقدر ياخد ملايين الدولارات أطلق النار عليه عائلة المغدور عم بيقولون ممكن إذا صار في توسع بالتحقيق في أشخاص قد يظهر أنه هن متدخلين أو محردين على هذا الجرم الكبير وفاة صائب بات أمرا واقعا بالنسبة لعائلتي لكن مصابهم مضاعف إذ إن الجثة لا تزال مفقودة بعدما لماها القاتل في نهر الكلب أنا كاللبناني مخترب جيت أمام فاجعة من يوم الثلاثة الوالد مختفي فبناشد أنا عبر تلفزيون الجديد وزير الداخلية بس يسرعون لنا بالموضوع أنه يجبون لنا الجثة ما بدنا شيء بدنا نقوم بمراسم العزاء ومش نحنا اللي حنحاكموا للقاتل يعني الدولة والأجهزة الأمنية هي اللي حتعرف كيف تحاكموا بس نحنا بنطالب بدنا الجثة يعني ما بيصير 8 أيام بعد ما حدا قالنا شيء ولا حدا بلغنا ولا عرفنا الجثة وينا أنا بطلب إعدامه يا أمه يا حبيبي يا دقبرني يا صائب يا أباري يا حبيبي عدى المطالبة بإعدام القاتل لا تطلب هذه العائلة المفجوعة من الدولة سوى بعض من الجهود في العثور على جثة ابنهم اعتداء موظفي سوكلين على الاعتصام بدنا الحاسب يهدد نظر الناشطة مايا مالكاني والناشطون يعيدون بالثأر لها تقرير حليمة طبيعة ماذا جرى مساء الاثنين أمام شركتين سوكومي وسوكلين؟ سوكلين وسوكلين 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 سر زكر مايسر زكر مايسر زكر مايسر زكر بارح ونحنا مع تصمين سلمياً وعم نهتف ضد شركة سوكلين وفسايد شركة سوكلين تم تهجم علينا بعبارات نابية وبالاعتداء بالضرب وصار الإشكال استعملوا أدوات حادة ضربونا بالإزاز ضربونا حتى في عندهم بالمكتب أغرفاس كبوة علينا نعرضت على التلفزيونات كل أساليب الهمجية الوحشية استعملت حتى أنك تتخيلي حالك قدام ناس جاية فعلا تمارس بحقك جريمة قتل شو أول كانت إصابة؟ أنا أكلت حجر هالأد على إيدي وردود بإجرية هني طلعوا بمؤتمر أنه قالوا أنه تم الاعتداء علينا معاعتداء علينا مش مزوطة اللي صار أنه أنتوا اعتدأتوا علينا من بعد نحن طلعين هجمتوا حاوتونا تلاتونا بعصيان كنتوا مسلحين خناجر على جنوب وهذا الشي موجود ودليل كانوا مسلحين يعني بينهم مجهزين حالهم رجال قوانا من الداخلي الذين لم يتعد عددهم سبعة وفق الناشطين لم يتحركوا لحماية المتظاهرين من الاعتداء الوحشي الذي تعرضوا له فيما نال أكثر من سبعة عشر متظاهر عن حصتهم من الاعتداء الذي استخدم فيه الموظفون العصي والزجاج وغير ذلك من الأدوات الحد مايا مالكاني أحد جرح الاعتصام تقبع في مستشفى الجامعة الأمريكية بعد إصابة خطيرة تعرضت لها في عينها من جراء رميها بالزجاج وتستعد لإجراء عمليات جراحية في أحد موظفين سوكلين دربة بإزازة على وجهة بالأول شيء دربة كاف بس قامت هي برمد عم تلملي مغراضة مش انت تبرم وتمشي بيكسر إزازة بإيده المجفصنة هي موظف إيده المجفصنة بيكسر إزاز بلات إزازة وبيش بقى فيها بتشي هون الإزازة بتطرس شقفة نسرم الإزاز بتفوت بعينها بتخزق الكورنية وبتصل للشبكة وكمان بتأزى العصب وهون أول شيء عملنا أول عملية عملوا لأول عملية تنظيف للعين وهلأ في عندي عملية مبدئيا بين الأربع والخمسة هي ما عم بتشوف بعينها؟ هي عم بتشوف ضو بس بعينها بقى يعني اللي من عملها للفحص الحكيم غير طمش العين عم بتشوفها بس ضو يعني عينها متضررة عم بيحضرنا نفسيا الحكيم أنه توقعوا 80% أنه تخسر بصرة بعينها اليمين ومن أمام مجلس الإنماء والأعمار طالب ناشطون بدنا نحاسب في اعتصام جديد نيابة العام بالتحرك لتوقيف المخردين والمعتدين الذين باتوا معروفين بعدما صورتهم عدسات الكاميرات معتبيرين في بيان لهم أن الاعتصام أمام الشركتين تعرض لثلاث محاولات اعتداء ممنهجة وأكد الناشطون الاستمرار في المواجهة وممارسة مزيد من الضغط الشعبي والاستعانة بالمؤسسات القضائية ورقابية لحماية المواطنين ومصالحهم وصحاتهم من فساد السلطة السفير السعودي علي عواضي العسيري يرد على صحيفتي السفير والأخبار رد السفير السعودي في لبنان علي عواضي العسيري على مقال في جريدة السفير صدر في عدد الاثنين تحت عنوان حقيقة مرض الملك سلمان بالتقارير الطبية يتحدث عن إصابة العهد السعودي سلمان العبد العزيز بمرض تلف الخلايا الدماغي غير القابل للشفاء واستنكر العسيري ما ورد في المقال معتبرا أنه يعكس حالة الضياع والارتباك التي وصلت إليها الصحيفة المذكورة نتيجة الصعوبات المادية التي تعاني منها مؤكدا أن الموضوع مجاف للحقيقة ولفت العسيري أن نشاطات المالك واستقبالاته لرؤساء دول العالم وكبار المسؤولين من داخل المملكة وخارجها إضافة إلى منورات رعد الشمال وترأسه جلسات مجلس الوزراء ومتبعاته الملفات السعودية والإقليمية منقولة عبر وسائل الإعلام بشكل يومي ورأي العام اللبناني والعربي يتابعها كذلك استنكر العسيري المقال الصادر في جريدة الأخبار اليوم تحت عنوان فرانتلاين تقدم لكم السعودية على المكشوف الذي يتحدث عن مظاهر الحكم الدكتاتوري في المملكة على ما جاء في المقال العسيري وصف كاتب المقال بأقلام السوء المستمرة في استهداف المملكة ضمن توزيع أدوار واضح ومبرمج يعكس التوجهات الهدامة لهذه الصحيفة وحقدها الدفين الذي يتجاوز حدود اللياقة والأدب على حد توصيف العسيري خاتما باتهام هذه الوسائل بالتزام أجندات خارجية لا تضع مصلحة لبنان وعلاقاته بأشقائه العرب ضمن أولوياتها كما انتهى بيان العسيري وكان وزير الأعلام رمزي جريج قد استقبل السفير السعودي علي عواض عسيري وجرى البحث فيما تناوله وسائل الأعلام من تهجم على المملكة وأكد جريج في بيان أصدره بعد اللقاء أن الحملة المغرضة التي تشنها وسائل أعلام لبنانية على المملكة العربية السعودية وعلى قيادتها لا تصيء إلى المملكة الشقيقة وحسب إنما إلى المصلحة اللبنانية العليا في الوقت الذي يسعى فيه لبنان لتنقية علاقاته بالمملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي أهلا من جديد كاميرا الجديد الخفية تزور مطار بيروت مع أحد المسافرين إلى القارة الأفريقية لترى ما سبب رفض الحمالين مساعدة المسافرين إلى أفريقيا في نقل حقائبهم تقرير ليال بوموسى هذا الجدال دار أمام مطار بيروت بين مسافرة إلى ساحل العاش في أفريقيا وأحد الحمالين في شركة ميز المسؤولة عن مساعدة المسافرين في نقل حقائبهم فالحمال يرفض نقل الحقائب ويطلب إلى المسافرة التي تعاني ألما في ظهرها حملة حقائبها والسبب أن شركة الميز تبلغت قرارا يمنع على حمالها مساعدة المسافرين المتوجهين إلى أفريقيا الميدل إيست منعتكم؟ هي ميدل إيست منعتكم؟ شو خاصة فيكم ميدل إيست؟ مع أي الأساس بالمطار أيلتكم ممنوعة تشيلوا على أفريقيا؟ ممنوعة أبدا ع أي دول فيكم؟ ع كل الدول منعتها أفريق شو أرمكم بالضبع؟ قال لو شو من كان لو معاق واحد ممنوعة تاخدوه على أفريق أبدا مرحب لي معاقي زالي؟ أبدا شو من كان وين بدوا ينفن؟ شي مش معهود شي مش طبيعي عم بيخربوا على العالم كله أنا موظفين بس ما نكون عارفين السبب أنتم؟ لا إذن وفق الحمال شركة طيران الشرق الأوسط هي من أصدر قرار المنع ومراقب الحمالين يؤكدوا المنع من دون أن يعلم السبب الذي أدى إليه يعني هذا قرار من الشركة أنا مراقب حمالين نحن هكذا تبلغنا مين بلغكم؟ اللي مع مين لازم نحكي هلأ؟ بلغتنا الشركة والشركة تبلغت من الميدل إيست أنه الحمالي شو السبب؟ ما بقات ببرك أنه أي واحد بينطال فيها تسمح لهم للحمالين؟ لا أنا مراح حدا يعرف ما أنا بقى أني بسمح لهم من عندي أنا أنا اتطلبت العراض أنه الحمالي ممنوع يخوطه ركاب على الأفريقين كيف بدية أن يسمح لهم؟ أنت شركة مش لكل المطار؟ أنا شركة لكل المطار بس أنه تبلغ نحن تبلغ أنتم على اتصال بطيران الشرق الأوسط؟ كان علينا الاتصال بشركة طيران الشرق الأوسط للاستفسار هاي مش بقلقين ناشية حتى اشألت بقيله في حد يعني ما معه خضر شركة طيران الشرق الأوسط تنصلت أيضا من هذا القرار الذي يبدو أنه ثقيل بحيث لم يجرأ على حمله أحد فلماذا لا يجري التخفف منه كي لا يبقى حمل المسافرين إلى البلاد الأفريقية ثقيلا ليالبو موسى قناة الجديد منظمة الحزب الشيوعي في حولة تكرم المناضلة الفلسطينية ليلى خالد لمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم كرمت منظمة الحزب الشيوعي لبناني القطاع نسائي في مناصقية بلدة حولة قضاء مرجعيون المناضلة الفلسطينية ليلى خالد باحتفال حاشد أقامته في المركز الثقافي في وسط البلدة عندما آتي إلى الجنوب يسألونني في فلسطين هل صحيح أنت لبنانية فأقول أنا لبنانية في فلسطين وفلسطينية في لبنان وعندما شاهدت وأنا قاتل إليكم شاهدت بالمستوطنات التي زرعها هذا المحتل ولكن بالرغم من الغصة التي تحتل الحق لكن ازددت إيمانا بأن هذا الجنوب سيكون المدخل لتحرير فلسطين نقول لأعدائنا خسيتم لن تمحو ذاكرتنا وشهداءنا هم في أرضنا ما زالوا يقولون لنا امضوا هذه الأرض لكم وفي ختام الاحتفال قدم سكرتار منظمة الحزب الشيوعي درعا تقديريا للمناضلة خالد صفحة أخبار منوعة من العالم في هذا التقرير معدى خطاب المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يشكل مفاجأة بالنسبة إلى العالم لكن المفاجأة بالنسبة إلينا نحن اللبنانيين هي تعيينه شخصا لبنانيا مستشارا له إنه الدكتور وليد فارس الذي أصبح ضمن لائحة مستشاري ترامب لشؤون السياسة الخارجية وفارس هو مستشار الكونغرس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط كما كان مستشارا للمرشح الأمريكي السابق مترومني في لقطات أثارت حفيظة بعض الأمريكيين التقط الرئيس الأمريكي باراك أوباما صورة تذكارية في العاصمة الكوبية هافانا وخلفه جدارية ضخمة للثائر الشيوعي إرنستو تشيغيفارا كاسرا بذلك قواعد البروتوكول المتبع وفي موقف آخر لا يحسد عليه سعى أوباما كعادته لكسر طابع الزيارة الرسمية فحاول أن يربط على كتف نظيره الكبير راول كاسترو ملاطفا وكانت المفاجأة لطالما اشتهر نائب رئيس شرطة دبي ضاح خلفان بتغريداته المثيرة للجدل إلا أن الأمر وصل به أخيرا إلى حد اقتراح عدم قيام دولة فلسطينية والاكتفاء بدولة إسرائيلية تشتمل على الفلسطينيين واليهود معا بحيث تنضم إلى الجامعة العربية بعد سبعين عاما عندما يؤلف العرب فيها خمسة وسبعين في المائة من سكانها وبهذا نعيش مع اليهودي في سلام دائم تغريدات خلفان التي أثارت موجة من ردود الفعل على تويتر جاءت تعليقا على نقل تسعة عشر يهوديا من اليمن إلى إسرائيل في عملية وصفت بالسرية والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف إذن الصادر اليوم نبدأ مع النهار إرهاب داعش المتنقل ثلاثة أسود يدمي عاصمة أوروبا خيوط متشابكة بين اعتداءات باريس وبروكسال واستنفار ننتقل إلى السفير صباح الموت في بروكسال وعطمة الخوف في كل أوروبا إرهاب خلافة البغدادي عشرات الضحايا والشلل في بلجيكا وأيضا في السفير عون يحضر الخطة باء الاقتراع في الشارع في عنوين الأخبار بن كيمون ورئيسة البنك الدولي والإسلامية للتنمية في مهمة استطلاعية حقوق للنازحين أم لتوطينهم داعش أوروبا يضمي عاصمتها ننتقل إلى الأنوار الإرهاب يضرب أوروبا تنديد عربي بهجمات بروكسال حدود الحرب على إرهاب بلا حدود بقلم رفيق خوري الاعتداءات أبكات موغريني ننتقل إلى عنوين الديار وفيها داعش يضرب في بلجيكا و38 أتيل و250 جاريح واستنفار أوروبي كامل أوروبا تدفع ثمنة سياستها الخاطئة بإرسال التكفريين إلى سوريا والعراق والحل صعب لم تدق ساعة الرئاسة بعد وكيمون في بيروت غدا تير الوطني إلى الشارع قريبا ويهاجم حكومة الفجور الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس ننتقل إلى المستقبل وفي عنوينها 34 قتيلا في تفجيرات بريكسال وإجراءات أمن مشددة في المدن الأمريكية والأوروبية داعش يضرب قلب أوروبا ويرهب العالم الحريري لتعاون دولي فعال في مواجهة الإرهاب ننتقل إلى البناء وفيها أوروبا تنفجر تحت ضربات رواد المساجد التي سلمتها للوهابية والإخوان مراجعة أمنية أوروبية لتخاذل الطبقة السياسية ونفاقها في سوريا ومع الخليج داعش يمهد للخروج من المنطقة ويسقط 300 بين قتل وجريح في بريكسال لا نصاب اليوم وبر لا استغناء عن المقاومة ننتقل إلى اللواء وفي عنوينها الإرهاب يضرب قلب أوروبا 34 قتيلا وأكثر من 200 جريح في بريكسال داعش يعلن مسؤوليته وموجات هلع ودعر تعم القرى العجوز بر لسلوك الطريق الدستوري في الاستحقاق الرئاسي وعون يتمسك بالميثاقية جريج يستنكر وعسير يرد بعنف على الحملة ضد السعودية ننتقل إلى البلد وفي أبرز عنوينها لهذا اليوم تحسب لبناني بعد تفجيرات بريكسال والعين على المطار الوجع أوروبي مجددا دميستورا يطالب واشنطن وموسكو بدفع للمحادثات أوباما من كوبا فلنتفن بقايا الحرب في عنوين الجمهورية الإرهاب يهز قلب أوروبا مجددا استنفار عالمي وتأهب أمني بلجيكا تقترف الأخطاء منذ عشرين عاما في عنوين الحياة داعش يتبنى مذبحة بريكسال ويهدد بهجمات إضافية والاشتباه بشريك لعبد السلام وإدانات خليجية دولية رعب في أوروبا دموع موغاريني نختم مع الشرق الأوسط القيادة السعودية تدين تفجيرات عاصمة الأوروبي ثلاث هجمات تبنىها داعش تنشر القتلى والدمار الضبط عبوات الناسفة تحوي مسامير وكيمويات الإرهاب يشل بريكسال والآن نذكركم بأبرز عنوين النشرة كان في النشرة إرهاب داعش يضرب بلجيكا ويستنفر أوروبا مولنبيك عاصمة الجهاديين في بريكسال المشنوخ يتحدث عن ثغر أمنية في مطار بيروت نحن أكدنا أن التعاون الأمني قائم على أعلى المستويات وعلى كل المستويات مشاهدين هذا كان كل شاء في نشرتنا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء عند العشرة والنصف ضمن الحدث ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا